وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال إن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 لم يمت برغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب منه وأضف لودريان أن قرار ترامب كان خطأاً وأنه يتعين على الولايات المتحدة أن لا تعتبر نفسها الشرط الاقتصادي في العالم وذكر لودريان أن فرنسا تدرك كغيرها أن هناك مخاوف بشأن قضايا أخرى بخلاف قدرات إيران النووية وعلى رأسها برنامج الأسلحة الباليستية الإيراني لكنه قال إن تلك القضايا يمكن بحثها دون التخلي عن الاتفاق النووي